الرئيس السيسي يفتتح معرض مصر الدولي للطيران والفضاء ويشهد عرضاً جوياً في سماء مطار العالمين الدولي مصر تؤكد رفضها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وتحمل وعواقب تصريحاته التي تؤجج الاحتقان بالمتحدة من يوم السابع على التوالي الاحتلال الإسرائيلي يواصل عضوانه على الضفة الغربية ويقتحم وفو القرن وجنين ورمالة الثالثة نساء بتوقيت القاهرة الثانية عشر بتوقيت الجرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري أهلا بكم شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي انتلاق معرض نصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في نسخته الأولى بمطار العالمين الدولي وتفقد سيد رئيس أجنحة ومعرضات الشركات الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض كما توسط سيادته صورة تذكرية مع المشاركين في المعرض هذا ويقام المعرض تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة 300 شركة وجهام من مصنعي الطائرات وصناعات الفضاء حول العالم تمثل أكثر من مئة دولة إلى جانب ممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية في مجال صناعة الطيران والفضاء هذا وقد شهد الرئيس السيسي عرضا قويا بمطار العالمين الدولية على هامش افتتاحه معرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء 2024 حضر العرض القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المديد سقر ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة وعدد من الوزراء وارد للدولة وممثلي الشركات والدول المشاركة في المعرض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وللمزيد ينضم إلينا إسلام أبو الفتوح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السفر والسياحة أستاذ أبو الفتوح بعد التحية ما الإضافة التي تتحقق من استضافة مصر لمعارضة مثل معرض مصر الدولي للطيران وماذا عن مستوى المشاركة؟ أهلا ومساعدة بحضورك فاندو طبعا في تبقي مهمون جدا في الموضوع الإضافة السياحية الموجودة لمصر والإضافة الموجودة في النشاط أصلا من المؤتمر اللي هو بتاع الطيران النشاط الإضافة السياحية هي إضافة منتازة جدا لأن إحنا عندنا العالمين والموسم في مصر بيبدأ يخف تدريجيا من بعد شهر 8 وإحنا أياما اتكلمنا في موضوع سياحة المؤتمرات وإن ده عنصر جازي كبير جدا فإن إحنا نعمل مؤتمرات في سياحة العالمين وخصوصا مؤتمرات قوية زي دي بتدخل دخل كويس ومتخلي الموسم السياحي يمتد معانا لأطول من الفترات اللي كتب وجودة قبل كده ده بالنسبة للاستفادة السياحية ومدى استفادة مصر من سياحة المؤتمرات فكرة المؤتمرات الطيران بشكل عام دلوقتي شركات الطيران كان الأول في اعتماد على شركتين إيرباس وبوينج فقط اللي هم في أمريكا وفرنسا ابتدى يظهر طيرات جديدة زي شركات صينية وشركات روسية وابتدى يبقى فيه تنوع في شركات الطيران دخل السوق ده إن مصر تبقى موجود على الخريطة دي ده بيساعد كتير وفي الطيران الحاربي نفس الموضوع فبصراحة هو كان إضافة منتازة جدا لسياحة المؤتمرات ومؤتمر الطيران في حد ذاته هو نشط موفق جدا اختياره يعني يتعامل في مصر نعم أشكرت جزيل الشركة الأستاذ إسلام أبو الفتوح عضو الجماعية العمومية لغرفة شركات السفر والسياح ظهرت المدرعتان ST500 وST100 في معرض مصر الدولي الأول لتيران والفضاء وسط حضور كبير من الزائرين من مصر ومن مختلف الدول العالمية المشاركة جذبت المدرعتان انتباه الحضور لقوتهما ولكفاءتهما المميزة وذلك من إنتاج وزارة الإنتاج الحربي المصرية داخل مصنع 200 الحربية وهما مقاومتان للألغام والكمائن كما تأتي المدرعتان بشاركة أجنبية حيث إن نسبة المكون المحلي بها تشكل نحو 50% أما تصميم والتركيب والتنفيذ وهم 100% مصري بجانب الإلكترونيات والبرج القتالي العامل بالتحكم عن بعد نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي تشهد مشاركة مدبولي في القمة برنامجا مكثفا من الفعاليات حيث يحضر الجلسة الفتاحية للمنتدى كما يحضر أيضا عددا من الجلسات رفيعة المستوى ويلقي كلمة خلال جلسة بعنوان التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء عدة لقاءات مع مسؤولين صينيين وأفريقا إلى جانب مقابلة مع مسؤولي شركات صينية بارزة من بينها شركات عاملة في السوق المصرية كما سيشهد خلال زيارة توقيع عدد من الوثائق المهمة المتعلقة باستثمارات جديدة أو قائمة التقى رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عضو اللجنة دائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشعي الصيني رئيس اللجنة دائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وذلك قبل المشاركة في قمة منتدى تعاون الصينية الأفريقية للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من بكين أحمد سعد موفد التلفزيون المصرية أحمد داني في أسورة ومشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في الصين وهذه الفعليات التي تجرى هناك يعني بالفعل وصل الدكتور مصطفى مدبولي للمشاركة في منتدى التعاون الصيني الأفريقي بيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن المقرر أن يحضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مميز الوزراء الكالسة الافتتاحية وعدد من الجلسات رفيعة المستوى سوف يلقي الدكتور مصطفى مدبولي كلمة هامة وهي كلمة مصر خلال جلسة بعنوان التحول الصناعي وتحديث الزراع والتنمية الخضراء وهذه الكلمة تتوي بمصار طويل من العلاقات الوطيبة بين مصر والصين خاصة بعد احتفاء كلا البلدين بتدشين عشر سنوات على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بعدما تم ترفيع مصر العلاقات بين القاهرة وبكين إلى مصر الشراكة الاستراتيجية خاصة يعني أن هناك أيضا العديد من أطر التعاون بين البلدين حتى الآن من العديد من مفكرات التفاهم والتعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومجالات السياحة والسياحة العلاجية والتعليم والتصنيع هذه المشاركة تأتي في ضد إرادة سياحية مشتركة ومتوفرة لدى القاهرة وبكين في الاستمرار لتقديم التعاون لتول الجنوب العالمي وتأتي في إطار دعم هذه العلاقات أفق نحو تعميقها إذا معلمنا أن الاستثمارات الصينية في السوق المصرية من هذا 12 مليار دولار وكذلك وفقت العديد من فرص العمل لجذب مزيد من الاستثمارات خاصة وأن الاقتصاد الوطني في هذا التوقيت أصبح محل ثقة ومحل جذب لمزيد من الاستثمارات ماذا عن الفعاليات التي سيحضرها رئيس الوزراء على همش منتدى تعاون الصيني الإفريقي إذن؟ هناك العديد من الجلسات التي سوف يحضرها الدكتور المصطفى مدبودي سوف تكون كلماته خلال النجوة بعنوان التحول الصناعي كما ذكرت أيضا هناك العديد من المقابلات مع المسؤولي أبرز الشركات وكبريات الشركات الصينية وكذلك سوف يلتقي بعدد من المسؤولين الصينيين وعدد من المسؤولين الأفريقة من مختلف الدول الأعضاء المشاركة في منتدى التعاون الصيني الإفريقي من المقرر أيضا أن يشبك ثم المصطفى مدبودي توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود المتعلقة بإستثمارات جديدة أو قائمة في منطقة التنمية الاقتصادية لقناة السويس فضلا عن عدد من الاتفاقيات المهمة في قطاع الاتصالات والتكنيجية المعلومات طبعا هذه القمة فقط كل ثلاث سنوات وهي حدث رئيسيا في الصين تحاول من خلالها الصين أن تنظم وتصلح من نظام الحكمة العالمية وتحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة بينها وبين شركائها من كافة الدول القارة السمراء أشكرك جزيلا شكرا أحمد سعد موفة التلفزيون المصري إلى بيكين أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الاتحاد الأفريقي راية توجه وحدة أفريقيا ومنصة مهمة للتعاون الدولي مشيرا إلى أن الصين تدعم الاتحاد الأفريقي في لعب دور أكبر في تنمية الصداقة الصينية الأفريقية جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصيني برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي في بيكين وأوضح بينغا أن الصين مستعدة لموصلة تحقيق إنجازات أكبر في مختلف المجالات في تعاونها مع الاتحاد الأفريقي والارتقاء بمجتمع المستقبل المشترك بين الصين وأفريقيا إلى مستوى جديد قال مبعوث الصين الخاص للشؤون الأفريقية إن قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي ستتبنى خطط عمل لا تمكن الجانبين من تعزيز التعاون في مجالات الحوكمة العالمية والأمن والتجارة والاستثمار على مدار السنوات السلسل القادمة كما أشار المبعوث الصيني إلى أن التعاون بين الصين وأفريقيا يعد مثالا للدعم والتكامل المتبادل إن الصين وأفريقيا متكاملتان إلى حد كبير فيما يتعلق بمزايا التنمية ذلك أن أفريقيا تتمتع بموارد طبيعية ثرية وحصص ديمغرافية ضخمة كما تتمتع بوتيرة تحضر متسارعة الصين من جانبها تعمل على تعميق الإصلاح وتعزيز تحديث النموذج الصيني نعمل أيضا على تعزيز نموذج إنمائي جديد ونروج لنموذج تنمية عالي الجودة تتمتع الصين بمزاياها من حيث رأس المال والتكنولوجيا وخبرات التنمية التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق الرقم بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان والوفد المرافق له تناول اللقاء عددا من الموضوعات محل الاهتمام المشترق وسبل دعم علاقة التعاون العسكرية بين القوات المسلحة لكل البلدين الشقيقين في العديد من المجالات التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق الرقم بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء عددا من الموضوعات الذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين الشقيقين في العديد من المجالات وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات الرسخة التي تربط القوات المسلحة المصرية والعمانية مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية من جانبه أعرب رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون بين القوات المسلحة لكل البلدين حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والعمانية والملحق العسكري العمني بالقاهرة استقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي مرشح مصر لمنصبي مدير عام منظمة اليونسكو خالد العناني في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة الترشيح المصري للمنصب أكد عبد العاطي خلال اللقاء أهمية استمرار التواصل على المستوى الدولي للتعرف على رؤى الدول الأعضاء بهدف تقديم المرشح لرؤية انتخابية شاملة تعكس تطلعات مختلف دول العالم للمنظمة العريقة كما وجه بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لحملة الترشيح والبناء على التأييد العربي والإفريقي لذين حظي بهم المرشح المصري ضمن قرارات القمة العربية والمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الأخرين إن التاريخ ستوقف طويلاً أمام تلك الحرب يسجل بأساتاً كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه أؤكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها السابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحلل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصارة أو تحقيق الأمن أعربت مصر عن رفضها التام للتصريحات التي أدل بها رئيس الوزراء الإسرائيلي والتي حاول من خلالها الزجة باسم مصر لتحقيق انتباه الرأي العام الإسرائيلي وعرقلت التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وعرقلت جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة كما أكد بيان الخارجية على رفض مصر لكافة المزعم التي يتم تداولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن وحملت مصر للحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزم الموقف وتستهدف تبرير السياسات العضوانية والتحريضية التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة كما أكدت مصر حرصها على مؤصلة القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام بالمنطقة بما يؤدي إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدينة تلكرم شمال ضفة الغربية برفقة جرفات عسكرية تمت تحياء منها وعلى مدخل مخيم تلكرم وأفادت مصادر محلية أن جرفات الاحتلال شرعت في عمليات تجريف وتخريب للبنية التحتية والممتلكات في مدخل المخيم هذا وقد استشهد طفل فجر اليوم بعد إصابته برصاص قناصة الاحتلال في الرأس أثناء تواجده مع والده في أحد أحياء مخيمة الكرم وفي سياق المتصل اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نبلس شمال الضفة كما اقتحمت قرية مثلث الشهداء دانوبا جنين بعدد من الآليات العسكرية برفقة قوة راضلة ونشرت قناصة على أسطح بعض البنايات دون الإبلاغ عن ثقلات كما اقتحمت قوات الاحتلال حرم دامعة بيرزيت براملة الضفة الغربية ميدان وقتال هكذا قررت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التعامل مع الضفة وتبرير عملياتها العسكرية المستمرة في مدنيها ومخيماتها منذ نحو أسبوع والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين فضلها تعمد لقوات الاحتلال لكافة سبل ومناح الحياة هناك وسائل إعلام إسرائيلية أوضحت أن الأحدث الأخيرة خصوصا في مدن شمال الضفة دفعت المؤسسة الأمنية إلى تغيير كبير في سياستها اتجاه الضفة الغربية مشيرة إلى أنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة تم تعريف الضفة على أنها ساحة ثانوية لكن بعد العمليات الأخيرة أصبحت الضفة ساحة ثانية مباشرة بعد غزة ميدانياً ولليوم السابع على التوالي وصل جيش الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة وناقلات جند إلى جنين وواصلت قوة الاحتلال عدوانها على المدينة ومخيمها كما واصلت جرافات الاحتلال وآلياته عمليات تجريف وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وذلك بهدف إلحاق أكبر أذن بالاقتصاد المحلي الفلسطيني والتضييق على الفلسطينيين أما في محافظة الخليل فلليوم الرابع على التوالي وصلت قوة الاحتلال حصارها المشدد على المحافظة وأقلت طرق الفرعية والرئيسية بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية كما اعتقلت قوة الاحتلال فجر اليوم عشرة فلسطينيين خلال اقتحامها لبلدة إذنى وسعير ومخيم الفوار وبلدة بيت آمر وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي خلال الاقتحام ولم يبلغ عن مقوع إصابات قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن استخدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو خارطة تضم الضفة لدولة الاحتلال يعد استخفافا بشرعية دولية وبقراراتها ويعد تحديا سافرا للجهود الدولية المبذولة لوقف حرب الإبادة والتهدير أشارت الوزارة إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي خاصة وأن الاحتلال يمارس أبشع أشكال الجرائم ضد الفلسطينيين في تكسيد عملي لمحاولة نفي الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة على طريق تهجيره من أرضه ووطنه انتقد الحاخم الأكبر في بريطانيا إفرايم ميرفيس قرار الحكومة معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم ما وصفه بالدعاءات لا أساس لها بأن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي من جهته قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن تعليق بلاده لثلاثين من أصل ثلاثمائة وخمسين ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل لن يهدد قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها من جهته هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نيتنياهو قرار الحكومة البريطانية بإلغاء نحو ثلاثين ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل وقال نيتنياهو إن إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب سواء مع الأسلحة البريطانية أو بدونها وزعم رئيس حكومة الاحتلال أن الجيش الإسرائيلي يشنوا حربا عادلة واتخذوا إجراءات غير مسبوقة لإبعاد المدنيين عن الأذى تتوافق بشكل كامل مع القانون الدولي وفق قوله قال وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفذي إن بريطانيا فعلت الصواب بتعليقيها لبعض ترخيص الأسلحة إلى إسرائيل ودعا الصفذي دميع الدولي إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى تل أبيب وأضاف أنه بلا عواقب حقيقية فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو لن يوقف عدوانه على غزة والدفة الغربية إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاتي على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتحجير قصري غير مقبول ميدانياً وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف لمناطق مختلفة في قطاع غزة في اليوم الثالث والثلاثين بعد ثلاث مئة من الحرب وأفدت السلطات الصحية أن في غزة والساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت المنطقة ارتكاب الاحتلال لثلاث مجازر في القطاع مما أصفر عن استشهاد ثمانية وأربعين شخص وإصابة سبعين آخرين أضفت السلطات الصحية في غزة في بيانها اليومي أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى أربعين ألفاً وسمائمائة وستة وثمانين شهيدة واربع وتسعين ألفاً ومائتين وأربع وعشرين من حالات الإصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي أفدت توزرة الصحة الفلسطينية أن نحو مئة وستين ألف طفل تلقوا الجرع الأولى من لقاح شلال الأطفال بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين أوضحت وزارة الصحة أن تواقمها تعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونسيف ووكلة الأنروى على تطعيم الأطفال في مراكز ثابتة ومتنقلة ومن جهتها قالت منظمة الصحة العالمية أنها تجاوزت أهدافها الخاصة بحملة التطعيمات ضد شلال الأطفال في غزة بعد مرور ثلاثة أيام على انطلاق الحملة وقال ممثل المنظمة في الأراضي المحتلة ريكا تيبركورن قال إن المنظمة قامت بتطعيم أكثر من مائة وواحد وستين ألف طفل تحت سن العاشرة في المنطقة الوسطى خلال أول يومين من الحملة مقابل مائة وخمسين ألف طفل كان من المتوقع تطعيمهم وصف مسؤول إسرائيلي تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بالخطيرة جاء ذلك بعد تصريح بايدن بأن واشنطن بصدد سياغة مقترح بشأن صفقة الإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطع غزة دون تشاور مع نتنياهو دون تشاور مع نتنياهو سيتم صياغة مقترح أمريكي بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في قطع غزة فيما سيستمر التشاور مع مصر وقطر بهذا الصدد جملة لا لبس فيها قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن تشير إلى تساع الهوى بين واشنطن وحليفتها الأكبر في المنطقة وكان بايدن قد قال في وقت سابق إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو لا يبذل جهودا كافية للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين الإسرائيليين في غزة ووقف إطلاق النار وأشار مصدر مطلع وفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي إلى أن بايدن اجتمع مع فريقه للأمن القومي لتحديد الاستراتيجية الخاصة بالدفعة النهائية بشأن الاتفاق وانضمت نائبة الرئيس كاملا هاريس خلال اجتماعا مع فريق التفاوض بشأن صفقة المحتجزين وفقا لجدول البيت الأبيض موقع أكسيوس الأمريكية نقل أيضا عن مسؤول إسرائيلي وصفه لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالخطيرة وفي توقيت خاطئ وخاصة أنها تأتي بعد يوم من انتشال جثث ستة محتجزين بينهم أمريكية نتنياهو أشار أيضا خلال مؤتمر صحفي إلى أن أي مرونة تبديها إسرائيل تحت الضغط الحالي ستكون استسلاما لحماس وأنها لن تقبل باستمرار الأوضاع الحالية في الجبهة الشمالية حماس اعتبرت تصريحات نتنياهو تأكيدا جديدا على أنه هو المعطل لصفقة التبادل واتفاقي وقف إطلاق النار وأشارت إلى أن بإمكان جميع المحتجزين العودة إلى عائلتهم فورا وأن كل تأخير بإبرام اتفاق يعني تعريض حياة المزيد من المحتجزين للخطر خرج المائة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين إلى شوارع مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة في مسيرة من أجل غزة وتساعدت التوترات مع انتشار الشرطة في منطقة ميدان للتحاد حيث تدمع المتظاهرون للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة اشتركوا في القناة الكتابات الهاتف الهاتف اشتركوا في القناة تستمر لليوم الثالث حملة تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال في غزة والتي بدأت يوم الأحد وتستمر لمدة ثلاثة أيام أفدت منظمة الصحة العالمية بأنها قد تحتاج يوما رابعا لاستكمال عملية التطعيم المزيد من التفاصيل حول حملة التطعيم والجهود المصرية المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة الزميل باسم أبو العنين مرسل التلفزيون المصري ينقلها لنا نعم تحياتي إليكم المحافظة شمال سيناء ومن مدينة العريش حيث المتابعة اليومية لآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية خصوصا فيما يتعلق بقطاع غزة حيث لا تزال عملية تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال التابع أو الحملة التي تنظمها الأمم المتحدة عن طريق منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع الأجهزة الصحية الفلسطينية لا تزال مستمرة في يومها الثالثة تلك الحملة التي جاءت بعد ظهور أول حالة من النوع الثاني لفيروس شلل الأطفال وهو الأمر الذي تم القضاء عليه منذ نحو خمس وعشرين سنة وعدل الظهور مرة أخرى وهو ما أثار القلق في فلسطين وفي منظمة الصحة العالمية ذاء الخوف من تفشي هذا المرض بين الأطفال في غزة ثالث الأيام يأتي بعد هدنة قصيرة تم الاتفاق عليها مع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية حماسة لمدة ثلاثة أيام هي هدنة قصيرة طبعا لتخفيف حدة القتال من السادسة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر يوميا وقالت منظمة الصحة العالمية بأن المستهدف من التطعيم الأطفال يتعدى الستمائة ألف طفل في قطاع غزة وقد يحتاجون إلى يوم رابع لاستكمال حملة التطعيم في قطاع غزة وضمن فترة للتطعيم قد تصل لما دون الأسبوعين في قطاع غزة التي تعتبر ساحة للعمل الإغاثي والإنساني وفق الأمم المتحدة من أصعب الأماكن في العمل الإغاثي على مستوى العالم فيما تستمر عبور الشاحنات إلى قطاع غزة بشكل يومي تزيد قل قليلا حسب الجانب الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم حيث يعني يتم عبور ما يشاء من الشاحنات ورفض ما يشاء من الشاحنات الإغاثية التي تعبر يوميا إلى قطاع غزة إليكم في شأن الروسي الأوكراني قالت وكالة رويترز إنه تهدف بنا تحتية في أوكرانيا في منطقة سومي بشمال شرق البلاد ومنطقة دينيبرو بيتروفاسك بوسط البلاد ومن جهة أخرى قال مسؤولون أوكرانيون إن شخصين من بينهما طفل يبلغ من العمر ثمانية سنوات تقتل في هجمات روسية على منطقة زابوريجيا جنوب شرقي البلاد بينما لقي شخص ثالث حتفه في هجوم صاروخي على مدينة دينيبرو بوسط أوكرانيا أعلنت توازرة الدفاع الروسية أنها نشرت المزيد من أنظمة الدفاع الجوي في منطقة بيلغرود هذا وتتعرض بلدة بيلغرود والمناطق المجاورة لها للقصف والهجمات الأوكرانية منذ فترة كشفت تقارير حديثة عن تحديد موقع محتمل لإطلاق الصاروخ الروسي النووي الجديد يوروفيستيك باستخدام صور أقمار إصطناعية يشير الباحثون إلى أن الموقع الذي يقع بالقرب من منشأة لتخزين الرؤوس الحربية النووية شمالية موسكو يحتوي على تسع منصات إطلاق أفقية قيد الإنشاء النووي عاد مجدداً ليدخل في مشهد الحرب الروسية الأوكرانية في أحدث تطورات كشفت التقارير عن تحديد موقع محتمل لإطلاق الصاروخ الروسي الجديد بوريفيستيك واستخدم باحثان أمريكيان صوراً ملتقطة عبر شركة بلانت لابز للأقمار الإصطناعية لتحديد موقع بناء يعتقد أنه مخصص لإطلاق الصاروخ النووي الجديد ويقع هذا الموقع بالقرب من منشأة تخزين الرؤوس الحربية النووية على بعد 475 كم شمالي موسكو ويقول أحد الباحثين أنه يعتقد أن هناك تسع منصات إطلاق أفقية قيد الإنشاء وأنها تقع في ثلاث مجموعات داخل سواتر مرتفعة لحمايتها من أي هجوم أو لمنع أي انفجار مفاجئ من جراء إطلاق الصواريخ في المنصات الأخرى وأشر إلى أن الموقع مخصص لنظام صاروخي ثابت كبير والنظام الصاروخي الثابت الكبير الوحيد الذي تطوره روسيا حاليا هو سكايفول وهو الاسم الذي يطلقه حلف النيتو على الصاروخ كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد وصف الصاروخ الجديد بأنه لا يقهر وأشر إلى مداه غير المحدود وقدرته على تجنب أنظمة الدفاع الصاروخية الأمريكية ومع ذلك يعرب بعض الخبراء الغربيين عن تشككهم في فعالية هذا الصاروخ معتبرين أن الصاروخ قد لا يقدم قيمة استراتيجية جديدة لروسيا فضلا عن المخاوف المتعلقة بحوادث إشعاعية محتملة أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أن روسيا ومنغوليا لديهما إمتنات للتعاون في مجال الغاز والطاقة وصرح بوتن الذي يقوم بزيارة لدولة منغوليا تستغرق يومين أن روسيا تدرس تزويد المستهلكين في منغوليا بالغاز كجزء من بناء خط أنبيب سويوز فوستق ويشكل مشروع قوة سايبيريا 2 جزءا من استراتيجية روسيا لتعويض خسارة معظم مبيعاتها من الغاز في أوروبا منذ بداية الأزمة في أوكرانيا ضم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى حملة نائبته كاملا هاريس الانتخابية للمرة الأولى منذ حصولها على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض السباق الرئاسي وشرك بايدن في تجمع انتخابي لهاريس في بنسلفانيا وأكد أن نائبته سوف تبني على التقدم الذي تحقق خلال إدارته لتحسين حياة العمال النقابيين وأنه سيفعل كل ما بوسعه للمساعدة منعطف جديد وحاسم تدخله الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع الاقتراب أكثر وأكثر نحو الخامس من نوفمبر المقبل الذي سيشهد التصويت لاختيار خليفة لجو بايدن ففي أحدث تطور انضم الرئيس الأمريكي بايدن إلى حملة نائبته كاملا هاريس الانتخابية حيث شارك في تجمع بمدينة بيتسبرج بولايد بنسلفانيا وهي أحد أهم الولايات التي تشهد منافسة في هذه الانتخابات بايدن أكد خلال التجمع أن هاريس سوف تبني على التقدم الذي تم تحقيقه خلال إدارته لتحسين حياة العمال النقابيين مشددا على أنه سيفعل كل ما في وسعه للمساعدة من جانبها سعت المرشحة الديمقراطية لاستغلال فعاليات الحملة في عطلة عيد العمال بالولايات المتحدة في ميشيجين وبينسلفينيا لكسب أصوات الناخبين من الطبقة العاملة الحاسمة وبدأ هذا الأسبوع صباق ما بعد يوم العمال نحو الانتخابات ومن المتوقع أن تكثف خلاله هاريس ومنافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب التواصل مع الناخبين لا سيما في الولايات المتأرجحة التي تشهد منافسة شديدة مثل بنسلفينيا وميشيجين ونيفادا هذا ومن المقرر أن تخود كاملة هاريس والرئيس السابق المرشح الجمهوري دونالد ترامب مناظرتهم الأولى خلال أيام قليلة كما ستتلقى صناديق البريد أولى بطاقات الاقتراع في الولايات المتأرجحة بعد عطلة عيد العمال بفترة قليلة على الجانب الآخر لم ينظم ترامب الذي يخوض سباقا محتدما مع هاريس تجمعات انتخابية خلال اليوم الماضي لكن حملته أعلنت عن عدة فعاليات في وقت لاحق من الأسبوع بما في ذلك في كارولاين الشمالية وويسكونسن وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز وإبسوس في الآوينة الأخيرة تصدر هاريس للسباق ضد ترامب بنسبة 45% مقابل 41% هي مؤشرات تظهر بشكل كبير حدة التنافس وصعوبة المهمة أمام الطرفين الساعيين لسكن البيت الأبيض في وقت حساس يمر فيه العالم بتطورات كبيرة استهل بابا الفاتيكان أطول جولة خارجية يقوم بها منذ اعتلائه كرسيا البابوية بزيارة لإندونيسيا على أمل تعزيز الانسجام بين الأديان في بلد يضم أكبر عدد من المسلمين في العالم ويلتقي البابا اليوم مجموعة من اللاجئين والمهادرين والمرضى في مقر إقامته بجاكارتا تستغرق دولته 11 يوما يزور فيها بابواغينيا الجديدة وطيمور الشرقية وسنغافورة قررت عدة دول أوروبية تطبيق حظر تام على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس وذكرت شبكة يورو نيوز الإخبارية أن كل من اليونان والماجر وهولندا قررت تطبيق هذا الحظر في جميع مدارسها في حين ستقوم الدنمارك بتجربة تطبيق الحظر هذا العام في نحو 200 مؤسسة تعليمية أما في فرنسا والتي تحضر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الإعدادية والثانوية تعهدت ما يقرب من 200 مدرسة إعدادية هذا العام باختبار تطبيق استراحة رقمية شاملة حيث سيتعين على نحو 50 ألف طالب معني بالإجراء ترك هواتفهم عند دخول إلى المدارس وتسليمهم في نهاية اليوم الدراسية شهدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد توقيع وثيقة مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإجمالية تمويل قدره 14 مليون دولار يهدف المشروع لحماية بيئة الشعاب المردنية في البحر الأحمر والحفاظ على استدامتها وأكدت وزيرة البيئة أن المشروع يمثل خطوة هامة في الجهود الوطنية الرامية إلى حماية التراث الطبيعي لمصر مشيرة إلى أن المشروع يجمع بين مجموعة من الأطراف المعنية لتطوير وتنفيذ حلول تمويلية تسهم في الحفاظ على بيئة الشعاب المردنية في البحر الأحمر نظام التوزرة والتضامن الاجتماعي برنامج تدريبياً موسعاً حول المشروطية الصحية لبرنامج الدعم النقدية تكافل وكرامة بهدف برنامج لتدريب المتدربين لرفع كفاءة مدري الإدارات الاجتماعية بمدرية القاهرة ومدري إدارات الضمان ومدري إدارات المرأة ومدري إدارات الخدمة العامة تناول تدريب التعرف على التحديات في سبيل تحقيق مستهدفات البرنامج المخطط أن تتحقق بالتنصيق مع وزارة الصحة والسكان على المستوى المدري وعلى مستوى المدريات والإدارات الصحية استعرض وزير التربية المتدربين خلال الجلسة العامة بمؤتمر أسبوع التعلم الرقمي 2024 بفرنسا التحديات الرئيسية التي تواده منظومة التعليم في مصر ودمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم أشار الوزير إلى حرص الوزراء على تدريب المعلمين وتقديم الدعم اللازم لهم حتى يمكنهم العمل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في العمليات التعليمية بهدف التسهيل على المواطنين وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد المصري خصما يصل إلى نسبة 50% على أسعار جميع الخدمات البريدية الداخلية في معارض أهل مدارس بالقاهرة والمحافظات تضم الخدمات التي يشملها الخصم خدمة الصلحة والبريد السريع وذلك اعتبارا من الخامس وحتى العشرين من سبتمبر الجاري للعملاء من الأفراد بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد وكذلك يمكن الاستفادة من الخدمات المشار إليها من خلال زيارة جناح البريد المصري داخل المعرض في القاهرة وجميع المحافظات عقد نائب وزير الصحة وسكان عمر قنديل اجتماعا مع الإدارة المركزية للمعامل لمناقشة مستجدات الخطة التنفيذية لمشروع مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر أوضح المتحدث باسم الوزارة أن نائب الوزير ناقش خلال الاجتماع الوضع الحالي للمعامل المركزية إضافة إلى خطة التشغيل من حيث توفير القوى البشرية المدربة والأجهزة والمسلزمات الطبية ونظم المعلومات انطلقت فعليات مؤتمر مؤسسة أولدنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبدالقادر بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك للإعلان عن تفاصيل فعليات الدورة السامنة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة والتي تحمل شعار بكر أحلبين يقام الملتقى الدولي السامن لفنون ذوي القدرات الخاصة برعاية ودعم وزارة الثقافة والتضامن الاجتماعي والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والسياحة والأثار والشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة وبمشاركة عدد من المؤسسات الثقافية بالمجتمع المدني ويهدف إلى تنمية مهارات ذوي الهمم في مجالات الرسم والمصرح والغناء والنحت دي ثامن سنة على التوالي بنقيم هذا الملتقى السنوي وتحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية والحقيقة الأولاد اكتشفنا السنة دي أن الأولاد كبروا وتمن سنين في التدريبات ومش بس للملتقى لا للعمل طول السنة سواء في معارض فنية سواء في ورش للفنون سواء لمصرح وسينما واستعرضات وموسيقى وغناء لكل أنواع الفنون اللي احنا بنقدر ندمجهم معانا في المجتمع احنا كوزار التضامن واحدة من أهم الفئات اللي بتعامل معاها الأشخاص دوي الإعاقة فأن يكون النهاردة بنساهم بأن ندعم مؤسسة زي أولادنا بفكرة أنه يكون من خلال الفن اللي لسه قلت عليه هو لغة بتخلي لغة مشتركة بين الجميع بدون أي تمييز وبتخلي الأطفال والكبار وكل الفئات تندمج في اللغة واحدة أنا فقط مشترك في مهرجان ملتقى أولادنا الدولي النسخة السامنة دي بتوضح اللي هي بتقدم رسالة لكل أولاق الأمور عشان يقدروا يعملوا حاجة في حياتهم يكون عندهم إصرار وعزيمة بعمل الملتقى الصحفي والملتقى الصحفي ده بيحكي إلي الناس هتسقف لنا بعد ما نعمل الرقصات الجميلة وكمان يوقفوا في ظهرنا ويقولوا يعني إننا شاطرين جداً والكلمة دي لما تقولها الحد بتحس الواحد يعني بيحس اللي الدنيا تشرحت بيه اللي هو الدنيا قالت له أهي أعمل إلي يرضيك شدد محافظ المينيا عماد كدواني على ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملك الدولة في جميع مدن وكرة المحافظة أوضح المحافظ أن المرحلة الثالثة من الموجة الثالثة والعشرين لإزالة التعديات ستستمر حتى العشرين من سبتمبر الحالي مشيراً إلى ضرورة متابعة الوحدات المحلية لرصد التعديات والتعامل الفوري معها وأكد أهمية التصدي للبناء المخالف واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين سواء من المواطنين أو من المقصرين في أداء واجبهم من الأجهزة التنفيذية تشهد محافظة قنة تعاشاً ملحوظاً في صناعة النول إحدى أقدم الحرف اليدوية في مصر القديمة وقد استخدم المصريون القدماء النول الفرعوني لصناعة الزي المنسوب من الكتان والقطن وتوارثت الألبناء والأجيال فيما بعد في قرية الخطارة هذه الحرفة العريقة الفركة الفرعونية أشهر المهن اليدوية في محافظة قنة يعتبر أن النول الفرعوني أولى آلات النسيجة التي عرفها المصري القديم لصناعة الزي المنسوب من الكتان والقطن الأمر الذي توارثه أبناء قرية الخطارة في محافظة قنة والتي تشتهر بصناعة الفركة النقادية منت النسيج دي يعني أنا حبيتي من بعد ثالثة ابتداي يعني وصلت لمرحلة التعليم الأساسية لحد ثالثة ابتداي وبعد كده كان في ناس شغالين نول جار منيني فبجيتها عقود عنديهم عشان يتعلم النول وتعلمت من نول واشتغلت وبعد كده برضو الضرماني كنا نشتغل حاجز مع الضرماني كي تصدر رمو الضرمان في السودان وكي تجيب للبلد عملة صعبة فكان مرات تبج صنع قويسي ومرات صنع إياه يعني مش قويس هذه الصناعة أو الحرفة القديمة بدأت في الانتشار مجددا فلا يخلو منزل من منازل القرية إلا ويوجد به نول لصناعة الفركة القادية المميزة يعد العمل على النول اليدوي في الفركة القادية بمثابة حركة رياضية للعاملين عليه فاليدين والقدمين والعينين كل منها تعمل في وظيفة مستقلة عن الأخرى لكنها متناغمة تمر تلك الصناعة بعدة مراحل منها صبغة الخيوط وتلوينها ثم تركيبها على النول الخشبي ثم انتاج الشال والمفروشات اليدوية سواء كانت الملونة المرسومة أو السادة على حسب طلب المستهلكين المهنة ديت ما كنتش أعرفها ولا حاجة الأول اتدربت عليها والحمد لله بقيت أنتج مني هاد أرحل كده يعني يعني باجي الصد حاجة الساعة تسعة وانا الساعة عشر يعني اذنين ما أخلص خدمة البيت بأاجي أاجي يا أطلع لي شال أثنين يعني تابع يعني كل يوم برزقه أبن عين جدي يعني الحاجة ديت والواحد طلع ليقي عبوه وآله وشغالين فيه فأتعلمها أنا ما زي وراسة هذه يشير الحرفيون إلى أن المهنة مدونة في متحف اللوفر في فرنسا بينما كانت تعتبر السودان أكبر مستور للشال النقادي والذي يتم تصديره للخارج عن طريق المصدرين ويقبل أيضا على شرائه السياح القادمين إلى مصر وصلنا مشاهدين إلى نهاية النشرة لا يتبقى بها سوى التفكير بأبرز ما جاء بها من عنوين الرئيس السيسي يفتتح معرض مصر الدولي للطيران والفضاء ويشهد عرضا جويا في سماء مطار العالمين الدولي مصر ترفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وتحمله عواقب التصريحات التي تؤجد الاحتقان بالمنطقة لليوم السابع على التولي الاحتلال الإسرائيلي وصلوا عضوانه على الضفة الغربية ويقتحم طول كرم وجنين ورمالا نهاية نشرة الثالثة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري شكرا للمتابعة وضوطوا في أمام الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة